زهبت للولادة ولكن ما حدث في جرفة العمليات صدم الاطباء. عندما قرر الزوجان ماريندا وجوش ان يتزوجه كان حلمهم ان يرزق باكثر من طفل. ولكن مشيئة الله كانت مختلفة. لم يستطيع الانجاب في اول فترة زواجه. مما اضطرهم الى اللجوء الى الحل البديل وهو الحمل عبر التلقيح الاصطناعي. وبالفعل تمكنت زوجان جوش وماريندا خيرا من تحقيق حلمهم بعد انجاب طفلتهم الاولى. واطلقوا عليها جوزاليم. ولان طموح الزوجين في تحقيق امنيتهم في ان انجبوا اكثر من طفل. جعلتهم يلجأوا مرة اخرى الى التلقيح الاصطناعي. وبعد مرور ستة اسابيع اكتشف انهم سيرزقون بتوأم. ولكن بعد ايام من سماع خبرهم كان في الصائقة. لقد وصلت لهم اخبار مؤكدة بانهم سيرزقان باربع توائم. وتقول ماريندا لقد انتهجت وصدمت حقا بالاخبار التي تلقيتها. ازل لم يصبك لي ان صادفت خلال مسيح هذه المهنية حيث كانت تعمل هي وجوش ممرضان. في مستشفى واحد. وقد اكتشفت ماريندا انها حامل باربع توائم. والمن المدهش انها سترزق بتوأم زكر وتوأم انسة. وقد صرح الاطباء بان الحامل ماريندا هو مواجزة حقيقية. في الوقت الذي نصح فيه الاطباء الزوجان بضرورة اجهاد احد الاجنة. لان الولادة سوف تقوم تعسرة. تلك الفكرة التي رفضتها ماريندا. وفتقول خشيت ان اخسر اطفال الاربع لان فكرة الولادة المبكرة ظلت تلازمني. واخاف ان يصيبهم مكروه جزاء ذلك. وفي تصريح لزوج ماريندا لقناة اي بي سي نيوز قال لقد اخذنا الامور براوية على الرغم من كل شيء. وكان رأي الاطباء خلال فترة الحمل ان يجهد احد الاجنة. ولكن هذا القرار رفضناه بشدة. وتقول ماريندا انني الحمد لله قد انجبتها الاربعة اطفال وكلهم بالصحة جيدة. وتمكنت ماريندا اخيرا من تحقيق حلمها واسمت الاربع التوائم بمايا وماديسون وجاكسون وجوس الصغير.